موسيقى السلام عليكم و اهلين فيكم فيديو جديد اليوم سنتحدث معكم عن الهم الجديد وهو Dark Mode الذي ينتظر من أبل و أبل منزلته في IOS سنتحدث عن لماذا الأشخاص يتمنون هذا الهم في النظام الجديد أو هذا اللون في النظام الجديد أولا سنتحدث عن الشاشات شاشة LCD و AMOLED شاشة LCD أبل تستخدمها من 2007 من أول منزل آيفون إليه من 2017 سن راحة استخدمتها في الآيفون 8 و 8 Plus أما في الآيفون 10 من السن راحة استخدمت أبل شاشة AMOLED اللي هي الشاشة المصنوعة من سامسونج أو LG للآن شركتين ديل وحيدين تقريباً في العالم يستخدمون شاشة شاشة AMOLED البعض يقول لك أفضل طبعاً أكثر أشخاص يقولون لك الAMOLED أفضل من LCD وبعض الأشخاص يقول لك ما في فرق أو بعض الأشخاص يقول لك لأ LCD أفضل من AMOLED في الحقيقة الشاشتين ممتازين والAMOLED تتفوق في ميزات أكثر من LCD لكن إلى الآن LCD فيها ميزات الAMOLED ما تقدر تصل لها فراح نتكلم حين إذا كان عندك شاشة مصنوعة من AMOLED راح يساعدك في الحفاظ على الباتري إذا كان جهازك بالنظام الليلي أو راح نغارن لكم بجهازين الجهاز الأول هو الآيفون 10S والجهاز الثاني 10R الجهازين هذي آخر جهازين سواتهم اللي هو في 2018 الآيفون 10S يستخدم ميزة الAMOLED الآيفون 10R يستخدم ميزة LCD فهذا الشيء اللي خلى الآيفون 10R يكون سعر رخيص لماذا؟ لأن LCD أرخص بكثير من الAMOLED فأبل خلت هذا الجهاز سعر رخيص لأن شاشة LCD وما فيه الهبتك انجين والأشياء الخفيفة فهذا اللي خلت تشتري جوالين من الآيفون 10S يعادل جوال واحد من الآيفون 10S دعنا نتكلم حين كيف أبل ستسوي دارك مود أو هل أبل مستعدة ستسوي دارك مود لأن كنت انتظرت دارك مود من السنة إذا طافت في iOS 12 اللي نزل هذا وأبل لم تسوت للأسف بدلا ما تسوي النظام الليلي في iOS اللي وفي الجوالات والايباد ستسوته في ماك مدري ليش لكن هنا أبل ما نفعله ما نفعله ما نفعله ما نفعله تخش العلدات عام تروح على إمكانيات الوصول نفعل تسهيلات الشاشة سنشقل ألوان مع كوسة هنا لو نشقل هذا للعكس الذاكي أبل ما نفعله لأن أي شيء كان بالأسود سيكون بالأبيض وأي شيء بالأبيض سيكون بالأسود شرون كيف طبعا هذه الميزة تمشيك لكن شو كيف الألوان تتغير هنا فمش هي الدارك مود اللي نتمناها من أبل فحتى الألوان هنا تختلف فإلى الآن ننتظر الدارك مود الحقيقي من أبل مثلا لو نخش الملاحظات شو كيف يكون اللون فننتظر رحنا الدارك مود الحقيقي اللي تنزل أبل توقع ممكن رح تنزله في اليوس 13 سنة الجاية لأن خلاص تقريبا حين اليوس أكثر اللايفونات اللي هو ليفون 10 اس و 10 اس ماكس يستخدم الأموليد فقط 10R ما يستخدم الأموليد فرح نتكلم حينش ليش شاشة الدارك مود مفيدة لجهزة الأموليد Commander لأن الذي يستخدم المرendar الاللون الأسود يثقظ في باتري كاللوان عادية أما في الايفون 10 اس اللون الأسود يعتبر بكسل طافي في الايفون 10 الر لأن الاللون الأسود يعتبر بكسل عندما تتراجبها أول أن تريد مدرات الهاتف أbart تخفي فهم لا يقوم الثورية في الايفون 10 اس اللون الأسود تبدو بكسل طافي ما راح يصور منك باتري فاذا كان عندك ايفون 10 اس او 10 اس ماكس او 10 اذا حطت الخلفية حقتك سودا ما راح تصور باتري كثير ما تحطها الوان فهذا ميزة الثيم الاسود في الشاشة الامرد فبلا توقع انها جاهزة راح تسوي الثيم في الايو اس الجديد اللي هو الايو اس تيرتين السن الجاية والدليل انه حين في قلتشات في نفس النظام ماذا نفتح معكم اللبوم الصور اذا لمست الشاشة زي كذا راح تشوف هنا لون ابيض في الجوانب فوق اما اذا طفيتها مثلا كذا راح تحول عندك كل اسود من قدرنا تتحول كذا مثل ما تشوفون باللون الاسود لكن في تغريبا غلتش او مثل ما تقولون خطأ في نفس النظام لان اتوقع عبدالجرس تجرب الثيم الليلي في النظام الجديد فطلع غلتش هنا جاي مثل تعارف في السوفتير الغديم وكيف توصل للتعارف ذوي تشوف الشرون الثيم الليلي راح يكون في الصور انك لو تتحلبون الصور تخش على الصور من هنا مثل ما تشوفون نضغط على الصور هنا هنا نفس الحركة انك تلمس يصير اسود تلمس مرة ثانية يصير ابيض عندك لكن اذا ضغطت على البوم الصور بالفورستاتش من المتشوف يتحول عندك كل اسود كذا هذا توقع قلتش في النظام فتوقع ان ابل الجرسة تشتغل على النظام الليلي اتمنى ان ابل تشتغل صحيح على النظام الليلي وتطلع لنا في السوفتير جديد وثيم الليلي في الامولود ما راح يخسر عليك الباتري في الجهاز بس هذا الفيديو ان شاء الله عجبكم الفيديو وبنهاية الفيديو لا تنسون اشترك في القناة ونشر المقطع وملايك المقطع وتعليقاتكم تحت تهمني السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر شكرا